المزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري واستقبال طائرات المساعدات الدولية عبر مطار العريش يطلعن عليها مرسل تلفزيون مصري كاريم بيبرس تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغافية من مستلزمات غذائية ومواد طبية إلى الأشقاء في قطاع غزة نتحدث عن زيادة عدد الشاحنات الذي دخلها عبر البوابات المختلفة من بوابة معبر رفح المصرية أو بوابة معبر كرم أبو سالم إلى 359 شاحنة دخلوا اليوم عبر هذه البوابات 51 شاحنة دخلوا بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية 308 شاحنات دخلوا عبر بوابة معبر كرم أبو سالم هذا ضمن المجهودات المصرية لزيادة ادخال هذه الشاحنات والتخفيف عن كهل الأشقاء في قطاع غزة بعد العدوان الصهيوني على الأشقاء هناك نتحدث عن بيان الهيئة العامة للستعلمات الذي قال أنه بعد المجهودات الكبيرة تم زيادة عدد الشاحنات إلى حد أدنى 300 شاحنة في اليوم أما بالنسبة للمصابين فقد دخل اليوم 30 مصابا بالفعل إلى الأراضي المصرية بالإضافة للمرافقين الذين يتلقوا العلاج هنا في المستشفىات المصرية سواء كانت في العبيش العام أو مستشفى بئر العب نتحدث أيضا عن استمرار لإنزال المساعدات والإسقاط الجوي للمساعدات عن طريق الجسر الجوي لقوات المسلحة المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية هذا بالطبع يأتي بالتوازي مع المجهودات الأخرى للتفاوض والوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار باستضافة جميع الأطراف في الأراضي المصرية وهذا ما قد حدث بالفعل بالأمس وبالطبع في انتظار الخروج بانفراجة للأزمة أو لوقف هذا العدوان على الأشقاء في قطاع غزة والآن عودة عليكم في الستوديو مرة ترجمة نانسي قنقر